الحمد لله الذي أكرمنا بنبي أحسن البلاغ عن الله وأحسن التعليم لنا والتوجيه لنا والحد ولنا لنحوز رضاه اللهم لك الحمد إذ خصصتنا بمحمد واجعلتنا من أمة حبيبك محمد فثبت أقدامنا على قدم نبيك محمد واربط نياتنا بنية حبيبك محمد واربط مقصدنا بمقصد حبيبك محمد واربط أفعالنا بأفعال حبيبك محمد واربط أقوالنا بأقوال حبيبك محمد واربط مجالسنا بمجالس حبيبك محمد وثبتنا على حسن الاتباع لحبيبك محمد واذا بحشرنا مع حبيبك محمد فنقف الحسرة يوم الحسرة يوم الندامة وبيست الندامة ندامة يوم القيامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى والنتائج على حسب المسار في هذه الحياة الكثير زورها الكثير الخدع فيها والكثير المخدعون فيها النتائج فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المواء وهناك لا رؤية لمحمد ولا لوجهه المنير ولا مصافحة لكفه الطاهر ولا ورود على حوذه المورود ولا مرافقة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين بل مع المغضوب عليهم الضالين نعوذ بالله من ذلك فإن الجحيم هي المواء هذه نتائج من غفل من تخاذل من لم يرضى لم يرضى بالتنبيه لم يرضى بالتوجيه يعيش معنا يقول الزمان فسد والزمان فسد وأنت لماذا تفسد أما داعي الصلاة أمامك أما النور يلتاح تجاهك أما البسط مبسوطة لك أما المنادي يناديك أما الداعي يدعوك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هل استطاع ظلامهم وأبواغهم وأزخارفهم أن تحجبنا عن سماع نداء الحق ورسوله لا ولا يستطيعون ذلك لكن أنت لما تتصامم عن هذا وتسمع ذاك لما تغتر لما تقبل على ذاك الخبيث وصل إلى دارك على يدك على يدك وليس على يدو أحد ثاني وصل إلى دارك على يدك لا يستطيع الخبيث وحده يدخل عدو الله ولا جنده يدخلونه وحدهم أنت بيدك تدخله وصل شرهم على يدك إلى دارك وإلى سيارتك وإلى جوالك وإلى راديو حقك وإلى الإبادة الذي معك وإلى النت الذي تستعمله على يدك الشر وصل على وما كان لي عليكم من سلطان يقول العدو إلا أن دعوتكم فاستجبتم فاستجبتم لي وإذ كان يذكر لنا بعض الصالحين في بعض الأماكن في هذا المي يقول رأى بعض صلحة بلدة من مات من أهلها وإذا به تحولت أظفاره إلى أنه حاس قوي ويخمش بها عينه يخرجها وترجع ويخرجها ما بالك قال دخلت مناظر سيئة في هذا التلفاز ذلك الأيام عاد لا نت ولا شيء بعض الألات الحديثة هذه كانت تلفزيون ذلك الأيام موجود قال فاقل لي دخلت بيدك خرج عينك بيدك وقال هذا عذابي من يوم مت وأنا في العذاب هذا خرج عيوني وترجع وخرجها وترجع رأى أظفارك مثل النحاس خرج بها عيني وقال بيدك دخلت وغشيت عينك خرج عينك بيدك هذا الساعة خذ جزائك نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى المنادي نادي والنداء قوي هو أقوى والله أقوى من نداء إبليس وجنده بأصنافهم وأنواعهم بمختلف أبواقهم لينفقوا فيها هنا وهناك نعم يأخذون الكثير ولكن الحسر عليهم لأن النداء الأقوى قايم وما استمعوه ولا أجابوه ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ترى حاضر في مثل ذا المحضر يجي ويجلس معنا مثل هذه الساعة فإن يجلسوا إيش في الدنيا والعالم من أنواع فتن وفساد هو في سياج منها هو في كأنه في عالم آخر بعيد عنها هو في حراسة هو في سرادقات من إفاظات الجود إن مطرت هناك اللعنة مطرت عليه الرحمة إن نزل هناك الغضب نزل عليه الرضاء من إين ذي جاءت هذه بضاعة محمد بن عبد الله هذه بضاعة استراج المنير هذه بضاعة الرحمة المهدى لبكى في لياليه لنادى من أجلنا باريه وأجاب رب العرش إن سنرضيك في أمتك ولن نسوأك فيهم كان وجود الأخيار في مختلف الأقطار وما يمد على أيديهم من بصاة الأنوار والأذكار والتوجيه للغفار كان ذلك مظهر إن سنرضيك في أمتك مظهر هذا في الدنيا إن سنرضيك في أمتك ولن نسوأك فيهم ومهما اشتدت الفتن ونزلت المحن سنجعل شرابك الصافي واصلا لكل من أقبل وصدق لكل من توجه لكل من رغب ودائر الكاسات على ممر الليالي والأيام والأزمان في مختلف الجهات موجود بعيننا تحت سراية من سره واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبه بحمد ربك حين تقوم وإذا ثار ما ثار وحصل ما حصل من حواليهم فهم تحت ما جرى ما أجريناك فيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون هاي شو قال بعده؟ ها؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي يكل يقين يقول سبحانه وتعالى قبله واخفذ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين قل إني أنا النذير المبين من مثلك ينذر أخطر شيء غضبنا ينذر الخلق من أصعب شيء عقابنا وعذبنا وإعراضنا عنهم أنذر قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا قرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر فاصدع بما تومر وإن كان موجود في مكة حكم نافذ لأبي جهل وعقب بن أبي معيض ونظراهم اصطع بما تومر وما يجي بعدك يصدع إن جاءت فتنة من شرق ولا من غرب يصدعون وراك بسر لصدعك هذا فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين الدنيا ملانا مستهزين وكذبك إنا كفيناك المستهزين خلهم يتكلمون ويسبون ويعملون ما شاءوا ونحن كفيناك إياهم نورك سينتشر ودينك سيظهر وشانك سيعلو مهما حاولوا وتمر الأزمنة والأيام واسمك يردد في الشرق ويردد في الغرب ويردد في الديار ويردد في الشوارع ويردد في الأسواق ويردد في الكتب ويردد في الصحف ويردد في الإذاعات ويردد في القوائم ويردد في الأجهزة واسمك مرفوع برفعنا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ما لأكثر العقول والقلوب تنظر إلى دعايات ومظاهر أهل الظاهر والجمود والجحود من أهل الدنيا ودولهم وسلطانهم وما تنظر وما تنظر لهذه الأعلام في دولة الحق التي رأسها محمد رأسها محمد ألا ترى الذكر المرفوع ألا ترى النور المنشور ألا ترى التأييد الرباني إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيمة وينصرك الله نصراً عزيزاً فيا فوز من أكرم بتحريق قلبه لينصر هذا النبي أشياء خفيفة يا أحبابنا يا أخواننا يا سامعين يا مدركين يا أرباب لب يا أرباب العقل أشياء خفيفة نقومها في عاداتنا وعباداتنا نجنب أنفسنا وديارنا وأسرنا فيها دواعي الشرور والاستجابة لها وما أرادوا منا في الأقوال والأفعال والأغاني والأزياء وما إلى ذلك ونمسك سنة محمد وننصره ما يحصل يحصل تدخل في دائرة عناية الرحمن يقول الذي أنا نصرته أنت حرقت قلبك بنصرته فتعال هنا يدخلك الكريم في دوائر التكريم ويقول وحشرك مع حبيبي هذا ما عملت شيء أنت هو أصلا منصور أن روح تنام وأن روح تخالف أو تعاند محمد منصور منصور في الدنيا ويوم النشور ولقد سبقت كلمتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقتل المقتول منهم يضرب المضرب منهم يسجل مسيوم منهم والنصر لهم والنصر لهم يا بلال عذبت في مكة أيام وليال ومن المنصور أنت بسبب اتصالك بالمنصور وباتصالك بمحمد علمك الولعب الواحد الأحد ضربوك فقلت أحد أحد يا بلال اليوم ليس في العالم من يذكر الذين ضربوك بالخير ما حد يذكرهم بخير يا بلال اليوم ذكرك في الشرق والغرب بالإعزاز والإكرام يا بلال أيام وليالي صبرت فيها جلائل وأدركت ثمرات كبار جلائل يا بلال ربحت الكرة ربحت التجارة يا بلال فزت فزت وكل من استجاب لمحمد فعس لي في وقتكم وشرفتم والذات الكريمة بينكم وسبقتم إليها فضل من ربكم ما حد يقدر ينافسكم عليه ولكن السعادة بالحبيب وذاته وأنوار ذاته وبركته باقية حتى أدركناها من بعدكم حتى وصلت إلى قرننا وزماننا وهي باقية بعدنا كذلك هذا فضل الله هذا فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربحوا ربحوا وطابوا نذكركم بالكافر أسلم فعلم المعنى والحقيقة وذهبت الموازين الباطلة من ذهنه وكانت عنده رازق مثل غيره من الغافلين والكافرين يقاتل المؤمنين والمسلمين وجاء عند سيدنا أسمو من عبر بن حرام يقاتله فترقب فرصة يجي من ورائه بسهم قوي يرمي من خلفه فيخرج من جوفه من صدره وينفذ السهم يخرج الدم فيتلقى بيديه الدم خرج من صدره السهم ذا قال من وراء يتلقى حتى ما لا كفه من دمه قال فطيره يمنى ويسر وهو يقول فزتوا رب الكعبة فزتوا رب الكعبة فالكافر هذا من وراء الموازين مخبوطة عنده ما عرف الحقيقة فزتوا ما هذا أنا الذي قتلته وأنا الذي طير الدم وهو يقول فزتوا وراء ما شفتوا هذا مبكي متحير ما يعرف قال فلما أسلمته عرفته فاز والله قال والله فاز لكن هو الفائز ليس أنا هو الذي فاز فبعد ما أسلمه دخل النور في قلبه وقام الميزان ميزان الحقيقة دعوكم من دلموازين الساقطة وماحد منهم بينفعكم لا دولة ولا شعوب ماحد منهم بينفعكم وماحد منهم بيشفع لكم إلا ما اتصل بهذا النور فقط خذوه بيقين خذوه بيقين قطعي لا ريب فيه اسمعوا الدعوة إلى ما ينفع وإلى ما يرفع وإلى ربطكم حتى عيونكم هذه علع ما فيها ترى المشفع ترى المشفع في الآخرة إذا أجبنا إذا استجبنا إذا لبينا الندى ويا رب أكرمنا بهذا عيوننا لا ترى النار يا رب ولا أهوالها ولا تطمسها بالعمى في ظلم مهاوي جهنم وألحقها بأبصار بكت إليك وحاشاك من ذلك كما قال سيدنا علي زين العابدين أتراك تغلوا إلى الأعناق أكفاً تضرعت قالت في الدنيا أنت وفقتها وارتفعت إليك تتضرعت تقول لك يا رب يا رب في ذاك اليوم بتجي تغلها الأعناق أكذا ما يظن بك هذا أتراك تغلوا إلى الأعناق أكفاً تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها قائمة راكعة وساجدة بينه أو تقيد بأنكال الجحيم وقت القيد في القيامة ويجرهم إلى النار أو تقيد بأنكال الجحيم أقداماً سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك يجتمع مثل ذا الجمع لا حزب دنيوي لا دولة من دول لا تجارة من التجارة ما لهم إلا إلا الطمع والرغبة فيما لديك فهل تقيد هذه الأقدام التي سعت لهذه الأماكن بقيود الأغلال والنار يوم القيامة أو تقيد بأنكال الجحيم أقداماً سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك وكل هذا من منك عليها يا سيدي أنت الذي مننت واحد مننا لو تخلف عنه توفيق الله ما قدر يحضر ولا قدر ينظر ولا قدر يسمع ولا قدر يجي ولكن فضل الله من منك عليها يا سيدي لا من منها عليك أجب أجب بعده ها فليت شعري أتراك تصم بين أطباقها النار أسماعاً تلذذت بحلاوة تلوة كتابك الذي أنزلت أجب أنزلت أو تطمس بالعمأ في ظلم ماويها أبصاراً بكت إليك مع التعميها وتطمسها بالعمأ في النار أبصاراً بكت إليك أبصاراً بكت إليك خوفاً من العقاب وفزعاً من الحساب أما عزتك وجلالك ما أصغط الأسماء حتى أصدق والأسمالة العيون واكفة العبرات حتى أشفقت ولا عدت الأصوات إليك بدعاً حتى خشعت ولا تحركت الألثن ناطقةً باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زلالها وعثارها ويقول هذا الصديق في دعوته للرب يا من أكرمنا بالتصديق أكرمنا بالتصديق وهو يقول على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أن أعمالنا ما لها شاهدة لنا بالتحقيق ما فيها شواهد التحقيق وأعماله صلاة على الفركعة كل ليلة وفي خده خطان أسودان من مجرى الدموع ينفق على مئة بيت أو مئتين بيت في المدينة ما دروا أنه هو الذي ينفق عليهم إلى الأعمال الأخرى ومع ذلك يقول أنت أكرمتنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أعمالنا ما هي شاهدة لنا بالتحقيق ما فيها شواهد التحقيق بالقيام بالأمر لك والامتثال لما شرعت الله يا من أكرمتنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب في هذا المجلس المبارك وهذه الساعة الشريفة بالعصمة والتوفيق أيدنا اللهم منك يا رب في مجمعنا هذا في ساعتنا هذا بالعصمة والتوفيق بالعصمة والتوفيق العصمة من كل شر من كل سوء من كل ضر من سوء الخاتمة من عذاب القبور من فضيحة يوم البعث والنشور من الإنقطاع عن ركب محمد عصمنا يا رب والتوفيق وفقنا لكل خير وفقنا لكل فضل وفقنا لكل إحسان وفقنا لأداء الحقوق في أنفسنا في أهلنا في أولادنا في أزواجنا في جيراننا في أصحابنا في أهل بلادنا في العالم لا تنطوي بواطننا على غش ما تحبه منا لسغير ولا لكبير اطوي هذه الصدور على النور يا الله على ما تحب وترضى يا الله دعوناك يا الله رجوناك يا الله الجمع اليوم جمعتهم هنا فلا تفرقهم هناك في زمرة الحبيب اجمعنا وإياهم في ظل عرشك اجمعنا وإياهم على حوذه المورود اجمعنا وإياهم وتحت اللواء المعقود اجمعنا وإياهم واجتمعوا ما دمتم في الدنيا على الأدب لا تغركم من نفوسكم ولا شهواتكم يدعونكم لما لا ينفعكم يدعونكم لما يرديكم يدعوكم لما يقطعكم صموا أذانكم عنهم افتحوها لنداء الحق ولنداء رسوا تعاونوا على البر وتقوى وتداعوا إلى هذه الخيرات وكونوا عاملين بمقتضاها في خلال اليوم والليلة وفي خلال مجالسكم ودخولكم وخروجكم وملاقات بعضكم لبعض في عمل أو في عزومة أو غيرها اشغلوا الفكر واشغلوا الوقت بالقول الطيب التفكير فيما ينشر المحبة بين عباد الله فيما ينشر الألفة فيما ينشر الأخوة فيما ينشر الخوف من الله تعالى فيما ينشر الصدق مع الله فيما بيننا البين نبعد عن الغش نبعد عن هذه التعصبات وهذه التباعدات نعيش كما شاء الله منا وحب منا وشرع لنا إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يحقره وكونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله اللهم اجعلنا منهم أرحمنا يا أرحم الراحمين انظر إلى المؤمنين خفف عنهم هذه الشدايت ووطآت هذه المصائب التي حلت بهم يا رب أنت الرحيم بالأمة فاذا بكشف الغمة واجلي لهذه الظلمة ونبه القلوب وأيقظها من غفلتها واربطها بحبيبك المحبوب اللهم وسقنا أحلى مشروب واجعلنا من الصادقين في الوفاء بعهدك الذي عهتنا عليه وانظر إلى من في ديارنا وأسعدهم يا مسعد وادخلنا في دائرة المحبوبين من كل موفق ورد على خير موريد يا ربنا إليك توجهنا يا ربنا إياك طلبنا وبفضلك سألناك وأملناك ولولا توفيقك وعنايتك لم تدت الأكف إلى غيرك ولكننا الساعة على باب غيرك لكنك صنتنا وحميتنا ووفقتنا وحفظتنا حتى وقفنا على بابك خير الأبواب يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا كريم يا وهاب أدخلنا في دوائر الصالحين واجعلنا في حزبك المفلحين اللهم حي فينا سير المحبوبين المقربين من عبادك المكرمين واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وما لا نهتم به وما أنت أعلم به منا وكن همنا أنت كن همنا أنت واكفنا كل هم من سواك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا الله أنت سعيد بدعاء مولاك فقل له يا الله أيقين أنه يسمعك فقل يا الله أيقين أنه يراك فقل يا الله أيقين أنه أرحم بك من نفسك ومن آبائك وأمهاتك فاسترحمه وقل يا الله أيقين أن عباده ضالون إلا من هداه هو فاستهدئ يهدك وقل يا الله إهدنا في من هديت إهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كان بعض المطوفين الأخيار في مكة يحديثنا يقول قبل ستين أو سبعين سنة قال كان مولد ودعونا جماعة من العلماء من مختلف الأقطار ومنهم جماعة حضروا من مصر وغيرها من الشام ومن المغرب قالوا حضروا المجمع وتكلموا وأفاضوا واحدا بعد الثاني قال ثم طلبوا من الحب عبدالله بن طاهر الحدادة صاحب قيدون يقوم يتكلم فقال تكلم أهل العلم من الحرم من المغرب من الشام من مصر من اليمن من غيرها كفاء ذلك فقال واحد من العلماء بجنبه يقول ومن بيوتكم خرجت الدعوة قال فقام ورفع يديه وقرى دعا القنوط اللهم هدينا في من هديت ففاض المجلس بالخشة والسكينة والبقاء وكمل دعا القنوط وجلس قال فكان اللي بجنبه واحد علامة مصر يقول أشهد أنك منذرية رسول الله ثم قام يقول أيها الناس عفضنا في الحديث عن آلام الأمة وأماله فما حصلت هذه الخشية ولا حصلت هذه الرقة قام هذا الإنسان يأتي لنا بدعا كلنا نحفظه ونسمعه كل يوم فنزلت السكينة ونزلت الخشية ونزلت الطمانينة لتعلموا أن كلام أهل القلوب غير وأن أرباب القلوب من الله شانهم غير اللهم أهدنا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت في الدنيا والبرزخ والآخرة وقنا شر ما قضيت في أنفسنا وأولادنا في أهلنا وأصحابنا في زمننا وأهل زمننا في الأمة المحمدية قنا شر ما قضيت قنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وآله وسعب وسلم الحمد لله رب العالمين